اشترك النائب احمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة وافتتح نائب احمد قراطة حديثه بالتطرق لاهم ظروف التي تشهدها الامة العربية والاسلامية وبالاخص الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من اعتداءات منوها بضرورة التحرك الفعلي والجاد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق واكد قراطة الموقف الثابت لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاليته